أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة ومتميزة في ظلم تستند إليه من روابط تاريخية وثيقة وشراكات استراتيجية فاعلة على كافة الأصيدة ولفت سموه إلى الحرص على مؤاصرات الدفع بما سار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين نحو أفاق أكثر رحابة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرص الملكي وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين السيناتور جوني أرنست عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية ووفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي حيث نوها سموه بالدور المحوري الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركاز الأمن والسلم الدوليين مشيرا سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في هذا الشأن بما يسهم في رفض مساعي التنمية واستدامتها في المنطقة والعالم ولفت صاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجلس الوزراء إلى همية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلادين الصديقين في إطار ما يجمعهما من زيارات متبادلة واتفاقيات مشتركة والتي كان آخرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار والتي ستسهم في زيادة أفاق التعاون في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين وخلال اللقاء تم التأكيد على همية دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام ومساعي التنمية والازدهار في المنطقة والعالم بما يعود بالخير والنفع على الجميع وأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الدولية وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار كما جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر